موسيقى تنديد فلسطيني بتصريحات أمريكية حول ضم الضفة الغربية لإسرائيل موسيقى استياء عارم عقب نبش أضرحة في مقبرة اللجون ودعوات لحمايتها موسيقى وأحياء أحد الشعانين المبارك في القدس بمشاركة عالمية ومحلية موسيقى قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مقابلة متلفزة إنه لا يرى بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو الخاصة بفرض السيادة الإسرائيلية على المستطنات في الضفة الغربية أي ضرر بصفقة القرن؟ من جانبه استنكر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي قائلا إنها مرفوضة وغير مسؤولة وتمثل خروجا صارخا عن القانون الدولي مشددا على رفض الموقف الفلسطيني لما يسمى بصفقة القرن وكان النتنياهو قد صرح خلال الحملة الانتخابية الأخيرة بأنه ينوي فرض القانون الإسرائيلي تدريجيا على جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه يأمل بأن يتم ذلك بموافقة الولايات المتحدة لم ينقطع أهالي قرية اللجون المهجرة عن زيارة موطنهم الأمة منذ النكبة الفلسطينية وحتى اليوم زيارة بدت للحاج زياد أمين غير اعتيادية كونها تأتي في ظل أعمال تخريب ونبش طالت قبور القرية وانتهكت حرمة الأموات فيها ما زالت النكبة مستمرة ونحن سنبقى وسنبقى في أرضنا وستتمسك فيها رغم كل ما يحصل سنبقى إن شاء الله صامدين وسنستمر في زيارات أراضينا وبيوتنا أنا أتصور بيتي ما زال قائما رغم هدمه لكن بمخيلة أراه قائما وتعد القرى الفلسطينية المهجرة هدفا استراتيجيا إما للجماعات اليهودية المتطرفة أو عصابات البحث عن الكنوز حالة تفاقمت في ظل ملاحقة إسرائيل للهيئات الفاعلة في حماية الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في تصوري يجب إقامة هيئة وطنية عليا لحماية هذه المقدسات على المستوى المحلي وإقامة هيئة دولية من شخصيات اعتبارية معروفة عالميا لتستصرخ الرأي العام العالمي وليكون لها تأثير على سياسة إسرائيل لعلها ترتدع وأن تقف عند حدها وتمثل المقدسات والأوقاف في القرى المهجرة بالنسبة للفلسطينيين جذورهم وهويتهم التي ظلت شاهدة على عروبة وفلسطينية المكان الذي لم يبق منه سوى الأطلال خرج العشرات من أهالي عكا والمنطقة احتجاجاً على ما اقترفته البلدية حين هدمت تمثال الحوت الشهير الذي يقبع منذ تسعة عشر عاماً في مينائها وتضامناً مع صانع تمثال الفنان وليد القشاش لما أجي هون ولا إيش الحوت بزعلي كتير لما قاموا تمثال الحوت لما سمعت يعني أول إيش صدمت وزعلت الهدف الأساسي هو كمان اللفت نظر لكل المبدعين العرب إنه إحنا مستهدفين وإذا إحنا منظلنا ساكتين يستهدفون أكتر وأكتر فكانت الفكرة لا بعكة داخل عكة مين عكة جمهور إن كان عربي أجنبي إلى آخر ومنرفع صوتنا وصوتنا عالي على مدار السنين أضحت إمثال الحوت رمزاً من رموز عكة القديمة حيث يقصده الزوار كباراً وصغاراً من كافة أنحاء البلاد وخارجها لإلتقاط صور تذكارية وما زال راسخاً في نفوس ووجدان الكثيرين حتى يومنا هذا وهذا التمثال بالذات كان محل لكل السياح والمحليين يقصدوه التمثال كان بشكل اللي بنفع نقعد فيه وكنا نيجي بعد المدرسة أنا كطالبة بتذكر نقعد وهيك مع بعض نحكي نتخرف نشوف كيف مرة أنهارنا نحل وظايف بقلب الحوت إحنا هون اليوم موجودين عشان أقول كلمة واضحة إحنا عشان أقول هون بكفل هاي الاستهتار بأعمال فنانيننا كعرب طبعاً إحنا كيف ما بتعرفوا تم إزالة العمل الفني للفنان وليد أشاش بالإضافة لكتير كمان من الأعمال هذا واحد من الأسباب أكيد نابعة من الاستهتار بفنانين العرب بدون استشارتهم بدون ما يستشيروهن أو يحاولوا أصلاً أنه يقوموا بترميمه وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية الفنية تأكيداً وتثبيتاً للوجود العربي والفلسطيني في عكا ودوره الفاعل محلياً في السياسة والثقافة والفن رغم كافة محاولات الطمس والتحريف أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية اليمين القانوني أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بيرام الله واستعرض اشتية الخطوط العريضة لبرنامج حكومته المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية والتحضير للانتخابات التشريعية ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى والنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني وشهدت الحكومة تغييرات واسعة حيث ضمت 16 وزيراً جديداً مع بقاء خمسة وزراء سابقين في مناصبهم وشملت التشكيلة وزراء من مختلف المحافظات الفلسطينية وممثلين عن الفصائل المشاركة والداعمة للحكومة اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي محافظ القدس المحتلة عدنان غيث عقب دهم منزله في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة واعتقلت أربعة آخرين من منازل ذويهم في بلدة العسوية وقالت محافظة القدس إن اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على الرموز المقدسية وعلى رأسهم المحافظ عدنان غيث يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في القدس هذا ودعت المحافظة سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى الإفراج الفوري عن محافظ القدس والذي جرى اعتقاله من منزله بطريقة همجية والتوقف عن استهداف قيادات الشعب الفلسطيني حاملنا سعف النخيل وأغصان الزيتون والشموع تخليدا لذكر دخول السيد المسيحي إلى مدينة القدس يحتفل الألاف من أبناء الديانة المسيحية بأحد الشعانين وفق التقويم الغربي وهو الأحد السابع من الصوم والأخير قبل عيد الفصحي المجيد أهمية النهاري كثير مهم لأنه أولا دخول يسوع المسيح إلى القدس كملك ممجد وأيضا هو بداية أسبوع الألام نحن نعرف هالأسبوع أسبوع مهم جدا بالكنيسة الأسبوع الذي سلم يسوع المسيح على الصليب الذي هو الأسبوع أهم شيء بالديان المسيحية هو قيامة يسوع بين الأموات يا ريت لو كل يتنا نتعلم من هذا اليوم ونحب بعض مثل رسالة مدينة القدس للجميع اليوم في حضور فلسطيني مميز أيضا بمدينة القدس من خلال أكثر من 60 باص من رعاية فلسطين من الزبابدة من جنين من رفيديا من رمالة ومنطقتها من بيت لحم غير أهل الأدس اللي موجودين فيها ويشاركوا فحضور جميل جدا ومن هذا المكان نوصل رسالتنا للعالم أنه نحن الشعب يعشق الحياة نحن الشعب يعشق السلام ونريد أن نعيش في سلام المسيرة التي رافقها موكب المدبر الرسولي انطلقت من بيت فاجي مرورا بجبل الزيتوني وحتى كنيسة القديسة يحنى في البلدة القديمة في القدس بمشاركة آلاف المؤمنين الذين جاءوا من جميع بقاع الأرض نحن اليوم نكتساعدين أن نشارك بهذا الاحتفال نحن نحس هنا أنه بعطينا شعور بالبهجة أنه مش بس في دين بس كمان كل التواقف وكل الفلسطينية بتحركوا مع بعض ويجوا على القدس عشان يتذكروا هذا اليوم ويحتفلوا مع بعض كثير ناس من الزباب نحرم ويجوا على بيت فاجي على القدس عشان نشاركوا باحتفالات الدينية بس لكن الموضوع صار أنه عدد كثير نحرموا لأنه مهمش تصريح ومحرومين من تصريح بالفرح والأمل والإيمان تحيي جموع المؤمنين هذا اليوم المقدس فيما يرسل الشعب الفلسطيني من الأراضي المقدسة للعالم رسالته بأنه على الرغم من الحصار والتضييقات الإسرائيلية على أرضهم وبجوار مقدساتهم باقون بناء الجسور بدل الهدم عنوان لقاء جمع بين سكان عراد وقرى تل عراد والفرعة بهدف العمل على وضع استراتيجية عمل مشترك بين العرب واليهود في النقب كان يوم ناجح تأمل أن نستمر في هذه المشاريع لكسر الحواجز بيننا وبين جيراننا في عراد والشعب اليهودي كان يوم ناجح ونستمر يعني تأمل أن نكون مستمرين في هذه الفعليات لتعرف أكثر للمشاركة في المعيش الوحيد نحن نعيشون بعضنا تعرف بعضنا عادتنا التقليد وضع أسس التعاون والشراكة بين أبناء الشعبين من خلال البحث عن القاسم المشترك في اللغة والمسرح والسياحة والبيئة في هذه اللقاءات هو بعث رسالة واضحة إلى الجمهور اليهودي خاصة في النقب حتى يتعرف على المعاناة التي يعنيها شعبنا العربي البدوي في النقب ويكونون على صورة صحيحة غير ما يقال عنهم في الصحافة اليهودية ممكن نوصل رسالة قوية جداً التي تطلع من السكان من قلب المعاناة من سكان كمان يهود وكمان عرب التي لهم أهداف مشتركة في أن يشتغلوا على حسن الجوار يشتغلوا على تطوير أنفسهم يشتغلوا على شراكة بين البلدات فأنا أدعمه بشد ولي أشرف أني أشارك في مشروع من هذا النوع منظمات المجتمع المدني أكدت استمرارها في بناء الجسور وتشكيل متداً للتعاون والتوجه بصورة مشتركة إلى المؤسسات الحكومية بكل ما يتعلق بالقضايا الهامة في ظل موجة سياسية تجتاح البلاد وتدعو للتمييز والعنصرية ضد العرب قام الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي المقيم في السعودية بزيارة نادرة للبلاد لحضور اجتماع للبرلمان المنقسم في محافظة موالية له بالجنوب وألقى هادي خطاباً أمام النواب المتحالفين معه بمدينة سيئون في محافظة حضرموت بعد أن انتخبوا سلطان البركاني المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام رئيساً جديداً للبرلمان وفي صنعاء ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الحثيين بدأوا في تنظيم انتخابات لشغل 24 مقعداً شاغراً بنفس البرلمان وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد السالمي في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحثيين إن العملية الانتخابية تتم وفق قوانين الانتخابات المعمول بها في البلاد ويواجه الطرفان ضغوطاً من جهات دولية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه العام الماضي في السويد برعاية الأمم المتحدة وللإعداد لحوار سياسي أوسع ينهي الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام وسيجتمع نواب من الجانبين في نهاية المطاف للاتفاق على إطار عمل سياسي ونظراً لسيطرة الجماعة الحوثي على العاصمة صنعاء تتخذ حكومة هادي المدعومة من الرياض والمعترف بها دولياً حتى الآن تتخذ مدينة عدن الساحلية بالجنوب مقراً لها منذ عام 2015 ولم يذهب هادي إلى هناك منذ آخر زيارة له في أغسطس آب وكان تحالف بقيادة السعودية قد تدخل في الحرب اليمنية عام 2015 لإعادة حكومة هادي للسلطة لكن الحرب وصلت إلى طريق مزدود وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف معظمهم مدنيون وأدت إلى انهيار اقتصادي جعل نحو 16 مليون على شفى الجوع قال عاقيل الصالح رئيس برلمان شرق ليبيا يوم السبت إن قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر ستواصل زحفها نحو العاصمة ترابلس رغم دعوات دولية لوقف الهجوم الذي يهدد بسقوط ضخايا كثيرين من المدنيين جاءت تصريحات الصالح في وقت شن فيه الجيش الوطني الليبي ضربة جوية أصبت في ناء مدرسة بالضواح الجنوبية لترابلس حيث يواجه جماعات متحالفة مع حكومة رئيس الوزراء فائد الصراج المعترف بها دوليا وفي جبهة جديدة محتملة قال مسؤولون عسكريون بالجيش الوطني الليبي إن قواتهم تجهز وحدة للتحرك إلى ميناء السدر ورسلانوف النفطيين على الساحل الشرقية تحسبا لهجوم من جماعات مسلحة متحالفة مع الصراج وفي الأسبوع الماضي حثى الاتحاد الأوروبي والجيش الوطني الليبي على وقف هجماته وذلك بعدما اتفق على بيان عقب خلاف بين فرنسا وإيطاليا بشأن طريقة معالجة الصرع لكن رئيس الفرلمان الموجود في الشرق قال إن الجيش الوطني الليبي سيكثف الهجوم الذي بدأه الأسبوع الماضي بقيادة حفتر وتمكنت القوات الموالية لحكومة السراج من صد الهجوم حتى الآن ودر قتال عنيف حول مطار سابق على بعد 11 كيلو مترا من وسط طرابلس وقال مصدر عسكري بالجيش الوطني الليبي إن طائرة حربية تابعة لقواته قصفت منطقة عسكرية في ضاحية بشرق العاصمة وأصب فيناء مدرسة في هجوم منفصل وقال مسؤول بالجيش الوطني الليبي إن الطائرة استهدفت معسكرا لقوات السراج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تنديد فلسطيني بتصريحات أمريكية حول ضم الضفة الغربية لإسرائيل استياء عارم عقب نبش أضرحة في مقبرة اللجون ودعوات لحمايتها وأحياء أحد الشعانين المبارك في القدس بمشاركة عالمية ومحلية